اشتركوا في القناة الذي ينطلق مع الزمول المحليات الاصائل ونسير مبحرين بالمنافسة وبالانطلاق وبتصدر مجموعة من مجموعات الانطلاقات الصباحية حيث يسير وينتشر هذا الشوط بانتشار الزمول المحليات الاصائل بحثا عن ناموس بحثا عن مشاركة قوية مشاهدين الكرام المركز الاول تقدم في هذه اللحظة من خلال تواجد شعار بصوب ولكن هنا في هذه اللحظات تقدم واحتل المركز الاول شاهين خلفان بن مطر بن خلفان المزروعية تقدم نحو المركز الاول بينما المركز الثاني وصل الان الطاغي تعود ملكيته لمنصور بن خميس بصوب الاكتبي صاحب انجازات ومشاركات قوية عديدة في كل الميادين وكل المشاركات تسجل لنفسه حضور هذا البعير حيث يعني سجل الكثير من الانجازات بينما المركز الثالث وصل شعار بالجرش يقدم لنا شاهين سلطان بن مبارك من فالح العجمي حيث فاز في الأسبوع قبل الماضي وسجل حضوره ودشا كذلك انجازاته في ميدان المرموم بالمركز الاول بينما المركز الان الرابع هناك شعار بالخصم يتقدم في المركز الرابع يأتي شعار بالخصم مع وجود شاهين سلطان بن علي بالخصم الاكتبي الى المركز الرابع بينما المركز الخامس وصل الان مشوش قادم بن عيسى بن سعيد المنصوري وسادس المراكز يصل الربيعي حاملا تحدياتي شاهين علي بن سالم بن مبارك الربيعي قادما من بنياس من الوثبة في مشاركات هنا في هذا المستوى مستوى أشواط الكبار يا سلام بينما المركز السابع المركز السابع مشاهدين الكرام حيث يتقدم مياس تعود مكيتا راشد بن سعيد بسهيل بدريوي نهني كذلك على فوز الذهيبة بالشوط الماضي وتحقيق انتصار ومشاركات مستمرة في المرموم لتنتزع الذهيبة ثالث نواميس هذا الموسم في ميدان المرموم بينما المركز السابع أو المركز الثامن سلهود وصل الغبشي بن سهيل بالغبشي الشريفي يحتل المركز السابع الثامن بينما المركز التاسع المركز التاسع وصول من قبل شاهين علي بن سالم بن سليم الاكتبي والمركز العاشر المركز العاشر أيها الحفل الكريم هذا الشعار العناوي يتدخل شاهين أحمد بن سعيد بن سالم الرميتي يحتل المركز العاشر هذه النتيجة للمراكز المتقدمة في هذه اللحظات لازالت هلاك الاسماء وانطلاقات هذا الشوط هكذا الانطلاق ومسار التحديات في هذا الشوط موسيقى مرحبا في الليلة وحفا والزود بالنحن والنضاء بالنصفات مرحبا في رجل من شال السمون ناصرين الزيت وكل النصفات أعود إلى البداية مشاهدين الكرام وانطلاقة الشوط والعودة إلى صدارة القمة المركز الأول لا زال في المركز الأول حتى هذه اللحظات شاهين شاهين خلفان بن مطر بن خلفان المزروع لا زال في انطلاقة هذا الشوط ومتمسكا بالقيادة والإصرار بينما الطاق يحتل المركز الثاني الطاق يحتل المركز الثاني تعود ملكيته مشاهدين العزاء لمنصور بن خميس بصوب الاكتبه يحتل المركز الثاني المركز الثالث تابع مشاهدين العزاء عودة إلى شعار الربيعي حيث ياتي شاهين علي بن سالم بن مبارك الربيعي يتقدم نحو المركز الثالث في هذه الانطلاق رابع المراكز نصل إلى عردان من يتسلل مشاهدين الكرام ها هو عردان وتعود ملكيته في هذا الانطلاق لمحمد بن حمد بن سلطان بن درويس يحتل المركز الرابع يتقدم في هذه اللحظة ويسير إلى منافسات الصباح المركز الخامس شاهين مشاهدين الكرام تعود ملكيته لسلطان بن مبارك بن فالحة العجمي يحتل الان المركز الخامس بينما المركز السادس المركز السادس نتابع في سادس المراكز وهنا تقدم مشاهدين الكرام في هذا الانطلاق اذا شاهين صاحب الشوط الحادي عشر في الأسبوع الماضي واليوم يشارك في هذه الانطلاق بالتوفيق العجمي بينما المركز السادس انتقل مباشرة إلى تواجد مشوش خادم بن عيسى المنصوري يحتل المركز السادس سابع المراكز وصل الآن شاهين أحمد بن سعيد بن سالم الرميثي يتقدم نحو المركز السابع والمركز الثامن شاهين ياتي هنا سلطان بن علي بالخصم الأكتبي مقدما شاهين في هذه المشاركة أما المركز التاسع المركز التاسع الله شوفوا شواهين يكثر شواهين الشوط المركز التاسع شاهين كذلك عليه بن سالم الأكتبي والمركز العاشر هذا اللي تسلل الآن حيث ياتي سلهود للغبش بسهيل بالغبش الشريفي ينتزع المركز هذه العشر الأسماء خلف العشر هناك أسماء يعني مشاركة تقريبا ما يقارب من 40 بعير مشاركنا في هذا الانطلاق الصباحي ولكن تظل الأمور دائما مع المتنومسين مع السابقين مع المسجرين الأحداث التلقائية الأحداث الجميلة الأصيلة التي تشارك دائما مهمات الفوز والنموس والانتصار أعود إلى البداية إذن والعودة إلى صدارة الشوت والمقدمة لا زالت الأمور مع شاهين هو المسيطر والمتحكم بالقيادة خلفان بن مطر بن خلفان المزروعي أو الربيعي غير الربيعي غير وسار إلى مقدمة الشوت وتقدم نحو البداية ها هو شاهين علي بن سالم الربيعي المنصور يتقدم يا سلام يرعي العاصمة حيث يقدم الربيعي هذا الأداء الجميل والموفق والممتاز زل المركز الأول مسيطرا متقدما مشاهدين الكرام من خلال وجود هذا الانطلاق وهذا التحدي الأصيل بينما المركز الثاني شوفوا شوفوا المركز الثاني المجروعي المجروعي شاهين لخلفان بن مطر بن خلفان المجروعي يحتل المركز الثاني ولكن الطاغي يتقدم منصور بن محمد أولا مشاهدين الكرام منصور بن محمد بن بصوب الأكتبي في منصور بن الخميس بصوب الأكتبي يحتل المركز الثاني وصل المركز الرابع شاهين قادم شاهين عندك بن فالح سلطان بن مبارك بن فالح العجمي يفغي التحية والسلام إلى هالي وين إلى هالي الأجهرة والفروانية في دولة الكويت يا سلام يحتل الآن المركز الرابع شاهين لحمد بن سعيد بن سالم الرميثي في المركز الخامس هذه الخماسية خماسية ماسية خماسية ماسية سلام الكويت سلام ولا ولا هناك كلام آخر للربيعي كلام آخر للرميثي كلام آخر للبصوب ولكن شوف عردان عردان يتقدم عردان الله يا سلام يا العرد واصل واصل العرد يحتل المركز السادس هذه اللحظات تعود ملكيته لمحمد بن حمد بن سلطان بن درويه شحتل المركز السادس هكذا النتيجة مشاهدين الأعزاء ولكن عوده إلى شاهين عوده إلى شاهين خطينا إلى 2 كيلو متر مشاهدين الأعزاء ولكن أعود إلى البداية إذن وشاهين لا يزال مسيطرا متقدما مشاهدين الكرام الله شوفوا الربيعي شوف المركز الأول مسيطر شاهين علي بن سالم الربيعي المنصوري المركز الثاني شاهين 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 أحمد بن سعيد بن سالم الرميتي المركز الثالث شاهين لسلطان بن مبارك بن فالحة العجمية السلام يبغي يكرر إنجازه يبغي يكرر إنجازه العجمية لحتل المركز الثالث وشاهدين الكرام في هذه الانطلاقة وهذا التواصل الجميل والمباشر ثلاثة راحوا راحوا وانطلقوا في هذه الانطلاقة وساروا بدون منافس على الاطلاق ما شاء الله وصلنا وين لايحة لايحة كم ألف وميتين على خط النهاية ولكن نهاية الحزام الأخضر نهاية الحزام الأخضر نشوف المسافة الأخضر في مسلوى هذا الشوط ولكن هناك الشعار الفرتغالي لا زال متميز متميز متميزين هالي الوثبة أمام المركز الأول شاهين علي بن سالم بن مبارك الربيعي يا سلام يا سلام يا سلام مسيطر بدون أي تعليمات حتى اللحظة يعني خاطف المركز الأول بهواه ورضاه ولازال في المركز الأول بينما العجمي بدأ يتحرك بدأ يتحرك مع شاهين سلطان بن مبارك من فالح العجمي العجمي سلام للكويت نقول للمرة الثانية للتوالي ولكن الربيعي خلاص طار الربيعي طار حلق في المركز الأول واستشار الربيعي 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 ينتزع المركز الأول مشاهدين الأعزاء حيث يفوز بناموس هذا الشوت ها هو الربيعي ما مقدم شاهين انتزع المركز الأول وناموس وتحية لهالي الوثبه الوثبه سلام وتحية واحترام ما شاء الله تبارك الله شوفوا هذا شاهين يرقص على ارضية الميدان بينه العجمي قادم العجمي قادم حذاري من العجمي حذاري حذاري من شاهين في المركز الثاني في المركز الثاني سلطان بن مبارك بن فالح العجمي ولكن خلاص الربيعي خلاص قفل على نتيجة هذا الشوت سلالة شاهينية عريقة أصيلة المركز الأول ما شاء الله تبارك الله كيف المركز الأول انتقل طار حلق بأجواء الناموس وصدارة هذا الشوت إلى المركز الأول شاهين 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 مع الربيعي إلى المركز الأول طار بالناموس تقريبا من ثلاثة كيلو مترات الأخيرة السلام قيادة الشوت سلام بني السلام سلام الوثبة سلام سلام الربيعي سلام هذا الفوز والانتصار بدون منافس يحتل المركز الأول يهدي علي بن سالم الربيعي هذا الفوز والانتصار شاهين يحتل المركز الأول المركز الثاني شاهين سلطان بن مبارك بن فالح العجمي يحتل ثاني المراكز بين المركز الثالث ننتظر الوصول مشاهدين العزاء الطاغي منصور بن الخميس وصوب الاشتبي المركز الرابع عردان يحتل المركز الرابع لمحمد بن درويش والمركز الخامس هذا اللي وصل العبار المسلم بن ناصر بن علي النعيمي هنا تواجدت الأسماء مشاهدين الكرام لكن عودة إلى توقيت الزمني عودة إلى لحظات الوصول الأخيرة من خلال تواجد هذا الشوط ولكن عودة إلى شاهين حيث فاز بناموس هذا الشوط انتزع المركز الأول وسيطر وفاز 13 دقيقة و 31 ثانية ثمانية زمانة ثانية سلام وتحية للربيعي علي بن سالم بن مبارك الربيعي على هذا الفوز والانتصار وتقديم شاهين إلى ناموس هذا الشوط المركز الثاني كان شاهين أيضا سلطان بن مبارك من فالح العجمي 13 دقيقة 37 ثانية خمسة زمانة ثانية سلام وتحية لمالك هذا البعير بينما المركز الثالث أيها المشاهدين العزاء كان تواجد أيضا واحتلال جديد من انطلاقة هذا الشوط بالمنافسة والانتصار حيث كان بالتحدي الجميل هنا توقيت الزمانية 13 دقيقة 45 ثانية خمسة زمانة ثانية وأيضا سلالة شاهينية الطاقي دخمي لمنصور بن خميس بصوب الاكتبي ثانينا والناموس مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل نجدد لكم التحية في هذه الانطلاقات الجميلة هنا على أرضية هذا الميدان في هذه الأداءات المتميزة انطلاقة شوطنا الثاني عشر في مجموعة شواط صباح هذا اليوم وشوطنا هنا المنطلق بأداءاته المتميزة رضية هذا الميدان